في غابة جبال سانتا ماريا في امريكا زمان المصانع كانت بترمي مخلفتها السمة في البحيرات هناك والمخلفات السمة دي تصربت للمجاري وصربت للانفاق تحت الارض وفيه فار شرب السوائل السمة دي وتحول بعدها لفار وحش ضخم بياكل لحوم البشر وعند نفس البحيرة في الغابة فيه اتنين بيرموا برضو مخلفات المصانع السمة في البحيرة وكل ده عشان الفلوس وهم مرعبين من الصوت الغريب اللي بيسمعوه حواليهم ولكنهم خلاص قربوا يخلصوا شغلهم ولكن الفار هجم عليهم وقبل ما يكلهم نجح واحد يصيبوا في عينه والتاني يوم الصبح وفي احد الاكواخ في نفس الغابة بتستعد نعومي لوصول ماكسين الشرطية صديقة عمها عشان تروح معاها لمركز حراسة الغابة ووصلت ماكسين وركبت معاها نعومي وهي متحمسة زي ماكسين بالضبط وهم عندهم امل انهم يفتتحوا المتنزه بعد فترة طويلة كان مقفول فيها من زمان وفي نفس الكوخ المنبه يشتغل عشان يصحي عم نعومي ورئيس حراس الغابة في نفس الوقت واسمه برودي وبقاله سنين هنا في الغابة وصح ابن اخوه التاني دايلان اللي هيقضي الاجهزة الصيفية معاه وهو مش متحمس لانه دايما مهتم بالتليفون بتاعه وعايز يعد في الكوخ طول الوقت ولكن عم برودي وعد اخوه انه هيخلي ابنه دايلا انسان تاني بعد لما يختلط بالطبيعة ويتعلم مهارات وقدرات في الواقع ولازم يسيب تليفونه شوية ودايلان هيساعد العم برودي في افتتاح المتنزه ده لو خد برودي تصريح رسمي انه يفتتحوا ودا حلم حياة عم برودي وانطلقوا في طريقهم وهيعدوا على مركز الحراسة الاول وفيه اتنين متصلقين للجبال تاهوا عن الطريق وسمعوا وشافوا عربية برودي ولكنه موقفش ليهم لانه معرفش يشوفهم وكده كده هم مش لازم يقلقوه لان مركز الحراسة قريب منهم ولازم يتجهوا ليه الاول وهم معندهمش حل تاني غير كده ووصل برودي ودايلان لمركز الحراسة ويعرف برودي دايلان على الراجل العجوز شارلي اللي هو فقط كل قيلته في حريق حصل زمان وعانى من مشاكل نفسية كتير جدا افقدته النطق وهو ما بيتكلمش ولكنه طيب وقرر برودي انه يشغله معاه في مركز الحراسة وكمان شارلي عايش معهم هنا وهو سعيد وفي مركز الحراسة موجوده ديانة اللي بترد على مكالمات الناس اللي عايشة في الاكواخ في الغابة وكمان موجود الحارس جاكل وهو مساعد برودي ويفرح برودي انه اخيرا تلقى رسالة فيها التصريح الرسمي لاعادة افتتاح المتنزه في الغابة وبرودي فرحان لانه عايز يحمل غابة كلها من المجانين اللي بيرمو مخلفات المصانع السامة هنا وبيتسببوا في ازية الطبيعة والحيوانات ومتسلق الجبال تهوا اكتر عن الطريق ومش عارفين يعملوا ايه ومش لقين مركز الحراسة وفجأة الفار الوحش هجم عليهم وكلهم وفيه راجل مشرد ماشي في المكان وسمع صوت الوحش الفار وحاسس بالرعب ولكنه بيحاول يوهم نفسه انه كان بيهلوس وخضع ربيته ويحاول يرجع للمكان اللي عايش فيه ودخل للممر المتصل بالانفاء اللي تحت الارض ودخل ضايلا ونعومي للقبو في مركز الحراسة ومستغربين من الريحة الوحشة اللي شمنها ولقوا باب ولما فتحوه لقوه بيوصل القبو بالانفاء اللي تحت الارض والانفاء دي يا صديقي هي اللي الوحش عايش فيها ومنبهر ضايلا بالمكان ولازم يستكشفوه فورا ونادى ضايلا بصوته لو اي حد موجود في الانفاء انه يسمعه ويرد عليه ولكن الصوت ده وصل للرجل المشرد اللي في الممر لان الانفاء متصلة بيه وزهق المشرد من كتر الهلوسات اللي بيسمعها وحاول يهده ويشرب شوية مية ولكن الوحش الفار هجم عليه من وراه وقدر انه يكله وسمع ضايلا ونعومي صوت الصراخ وكمان سمعوا صوت الوحش وجريوا بصرعة وهم خايفين والمتنزه يا صديقي هو قريب من مركز الحراسة وراح له الحارس جاكل للاطمئنان عليه ولقى خيم ومتعلقات كتير جدا لناس كانوا مخيمين هنا ولكنه مش لقي اي انسان خالص ومن شكل الخيم قال مضمره شكل كده فيه وحش هجم على الناس هنا وده غريب لان الغابة ما فيهاش وحوش وحاسس جاكل ان فيه حاجة غلط هنا ووصل برودي لاحد الاكواخ اللي الناس فيها اشتكت من وجود صوت غريب في قبو الكوخ عندهم والكوخ فيه فردين وقالوا لبرودي ان الصوت في القبو قوي لكنه فيه ضب والفرد الثالث ظهر وعلى ايده دم ويطمن برودي انه اصاب اصابة عادية وبرودي يقول لهم على العموم هيوصل لكم عامل من شركة الموبي داد بكرة الصبح واكيد هو هيكتشف ايه مصدر الصوت عندكم في القبو وبرودي لما مشي مستقرب بخصوص كلامهم عن الضب وازاي يكون ضب عايش في الانفق تحت الارض وكلموا جاكل وراح له برودي ولقى الشرطة موجودة بسبب الخيم المضمرة اللي جاكل كلمهم بسببها والدايق برودي جدا من جاكل لان الشرطة كده ممكن تأخر معاد افتتاحهم للمتنزه الاسبوع الجاي وكان لازم يكلموا الاول قبل ما يكلم الشرطة ورجع برودي للكوخ بتاعه وهو قاعد مع ضيلا ونعومي وماكسين وهم بيتعاشوا مع بعض كعيلة واحدة وبيحطوا خطط وامال وطموحات لافتتاح المتنزه وهم مش عارفين الكارسة اللي مستنياهم وبرودي يشكرهم كلهم انهم هنا عشان يساعدوه كعيلة واحدة وافتتاح المتنزه ده هيكون خير وسعادة عليهم وده بداية حياة جديدة والتلات رجالة هقل في الكوخ هم معهم مجرم كان شغال معاهم ولكنه بلغ عليهم الشرطة وعشان كده هم مستخبيين منهم في كوخ في الغابة المعزولة وكمان الدم اللي كان على ايد ماركو كان بسبب ضربه وتعذيبه للمجرم وهو مش عايز يقول لهم مكان الفلوس اللي الشرطة قدت هالو عشان يفضح المجرمين التلاتة دول وضيلا يفرح باقي عيلته ويقول لهم انه بيصور فيديوهات من خلال تليفونه وبيرفعها على الانترنت وبيكسب منها فلوس فهو عشان كده مرتبط بتليفونه هو مش بيلعب عليه هو بيصنع عليه المحتوى بتاعه وهيستغل فترته هنا في الغابة وهيصور فيديوهات ممتعة وجديدة وبيتمنى انه يلاقي حاجة مصيرة في الغابة الهادية دي وجاكل برودي اداله اجازة بكرة من الشغل وطلب منه يرجع لعيلته ولكنه الان من اللي شافه في المتنزه وقلبه مش متطمن من اللي بيحصل هنا وساعتها الوحش الفار هجم على العجوز شارلي لانه الوحده والوحش كله وضيانة خلاص بتخلص شغلها في مركز الحراسة ومحدش كلمها من الناس اللي في الاكواخ والجو هادي كمان عندها ولكنها سمع صوت مخالب الوحش الفار اللي موجود عند باب مكتبها ولما تروح تفتح الباب بتلاقي مكالمة تليفون جات لها وبتكون المكالمة دي انقذتها اصلا لانها لو كانت فتحت الباب لكان الوحش الفار كلها زي شارلي العجوز وفيه في الغابة اكتر من 20 شاب وشابة عاملين حفلة بمناسبة مرور 20 سنة على تكوينهم لفريقهم الموسيقي والغنائي وكلهم اصدقاء سعداء وفرحانين وبيغنوا وبيلعبوا وهم مش عارفين ان فيه وحش فار ضخم اكل للحوم البشر موجود في الغابة وامرقبهم وشايفهم كلهم كلحوم بشرية جاهزة وفرش عشان يكلها وفي احد الاكواخ في الغابة برضو فيه بنت بتستعد انها تمشي من الكوخ عشان تحضر خطوبة اختها في المدينة ولكن الوحش مرقبها وما بيحبش المياه فعشان كده مستنيها تخرج من الحمام ولما خرجت شافته وجريت وهو وراها وهيكلها وسمع جاكل وهو مع حصانه صوت صراخة وهيروح ينقذها وضرب نار على الوحش وخلى البنت تجري وتهرب ولكن جاكل ما قدرش يحمي نفسه ولا حتى قدر يحمي حصانه لان الوحش الفار هجم عليهم هما الاتنين وكلهم ولما كملت البنت جري وصلت لمركز الحراسة وبتنادي على اي حد لانقاذها ولكنها وقعت على الارض وحست ضيانة بيها ولما خرجت تتأكد من مصدر الصوت بتكون ضيانة اتأخرت جدا لان الوحش خلاص خطف البنت وكلها زي البقين والشباب في الغابة همكملين حفلتهم والوحش الفار بعد كل البشر اللي كلهم دول لسه جعان برضه ومعدته لا تشبع ابدا وبدأ يهجم على الشباب كلهم وبيقتل فيهم وبيأكلهم واحد واحد ومحدش عارف يصده او يهرب منه حتى لانه سريع جدا وقوي ورغم انه عنده عين واحدة بس من بعدا معينه التانية تصابت في الاول خالص الا انه شايفهم بوضوح والصبح حل وقرر ضيلا ياخد استراحة نص ساعة لنفسه عشان يروح للقبو اللي سمع منه صوت الصراخ وصوت الوحش كمان وهيحاول يصور فيديو وهو داخل الانفاء وبيستكشفها والريحة الوحشة منتشرة ومش قادر ضيلا عليها وهو بيصور الفيديو بتكون ضيانة راحت لبرودي وقالت له ان مرات جاكل قالانة وكلمتها لانه لسه مرجعش لها كل ده وهي عارفة انه خد اجازة وحسوا بالقلق لان برودي فعلا مدي الاجازة لجاكل من امبرح بالليل ويقول برودي ان جاكل اكيد رحت عليه نومة وهو اكيد عند حصانه ونايم عنده فنادى برودي على ضيلا عشان يروح يتأكد ويتطمن على جاكل وضيلا متدايق ان عمه قطع عليه تصوير الفيديو في الانفاء ووصل العامل من شركة المبيدات وعد على بيت المجرمين التلاتة الاول زي ما امروا برودي بالضبط وفتحوا له الباب ويقول لهم مفيش ولا فار ولا حشرة بيعدوا من تحت ايده لانه عامل لهم مبيد خاص به بيقضي عليهم وهم فاكرينه انه السفاح اللي طلبوه عشان يقطع المجرم الخاين لانهم ملقبينه باسم الفار وهو مستقرب لما لقاهم وصلوه للمجرم وهو مش شايف فران خالص في المكان وعرف ان التلاتة دول مجانين ومجرمين وهو يحاول يخلص شغله ويمشي من هنا وملوش دعوة بيهم ولقاهم بيوروه كل الادوات اللي هيستخدمها لتقطيع المجرم ولكنه يضحك عليهم ويقول لهم انه محتاج الادوات الخاصة بالمحترفين اللي موجودة معاه في عربيته وسبهم وخرج من الكوخ عشان يروح للعربية وهو مش مصدق عينه من اللي شافه والمهم انه يخلص شغله بسرعة ويمشي من هنا وما يقعش في مشاكل وهم لما شافوا عربيته وعرفوا انه عامل المبيدات اللي برودي يكلمهم عنه خافوا جدا وكده هو عارف حياتهم ولازم يقبضوا عليه ويقتلوه مع المجرم وعامل المبيدات اسمه ليني ومجهز مبيد الفران الخاص بيه ودخل ليني للكوخ ونزل للقبو وبيدور على الفار الصغير اللي عامل قلق للمجرمين التلاتة وشاف دي للفار الضخم وترعب لا ده كمان لقاه حجمه كبير جدا والوحش قدام ليني ومش عارف يعمل معاه ايه وما كانش عنده حل غير انه يرش عليه كل انبوبة المبيد الخاصة بيه ولكن الوحش الفار لم يتأثر لان المواد السمه اللي جواه مزودة المناعة بتاعته وهرب ليني بسرعة والمجرمين هيقضوا على الخاين بعد كده هيقضوا على ليني ولكنهم سمعوا صوت صراخه وكمان الفار بيكسر عليهم الباب وهم قتلوا الخاين خلاص والوحش كسر عليهم الباب وليني هرب والوحش هجم على التلات مجرمين ووكلهم كلهم ورصاص مسدسهم ما ازاش الوحش وعند كوخ الرئيس برودي موجودة نعومي تحت الشمس بترتاح ومعها ماكسين كمان ومش حسين بحاجة خالص ودايلان بيدور على مكان جاكل ومش لقيه خالص ولا حتى حصانه وده طبعا لانهم اتكلوا ودايلان بيصور نفسه وهيكمل بحث عليهم وماكسين مستمتع جدا مع نعومي والشمس جميلة جدا وده احسن يوم ووقت في حياتها وفجأة لقوا ظل الوحش عليهم واعتقدوه انه ضايلان ولكنهم لما شموا ريحة وحشة جدا لقوا الفار فجأة هجم على ماكسين وكلها وسمع ضايلان وضيانة صوت الوحش الفار وكمان سمعوا صوت نعومي اللي بتجري من الوحش والوحش كمان بيجري وراها عشان يكلها هي كمان ولكن تدخل عمها برودي وحاول يحميها ورمى برميل البنزين على الوحش اللي كل برميل البنزين وشربوه وتغرق به كمان وبعد كده الوحش هجم على برودي وكله هو كمان عشان يحصل ماكسين وضايلان وضايلان مكانش عندهم حل غير انهم يهربوا بسرعة ويستخبوا ولين يأنقذ نعومي من الوحش اللي بيجري وراها وهم دلوقتي لازم يكملوا هرب فورا وضايلان وضايلانه لازم يلقوا نعومي عشان يهربوا من هنا بسرعة ولازم يوصلوا للمكتب ويكلموا الشرطة تيجي بقوات دعم للقضاء على الوحش الفار اللي بياكل لحوم البشر ونعومي معليني في الانفاء وهي ممتدة تحت مركز الحراسة واكيد من خلالها هيلقوا المخرج من هنا ولكن نعومي مش هينفع تسيب ضايلان وضايلان لوحدهم ولازم تنقذهم من الوحش وبعد كده يمشوا كلهم مع بعض وليني خايف من الوحش الفار لانه فض عليه كل انبوبة السم المركز وبرضه ما ماتش ووصلت ضايلانه للمكتب ولكنها لما كلمت الشرطة بخصوص الوحش طبعا هم ما صدقوا هاش وكمان كانوا بيتحقوا عليها وكده هم لازم يقضوا على الوحش لو هم عايزين ينجوا منه ولو هم عايزين يهربوا فلازم يوصلوا العربية ضايلانه ولما سمعوا صوت الوحش جريه واستخبوا ودخلت ضايلانه للمخزن وجابت مسدس الانقاذ وفيه طلقة واحدة وبس ومستحيل تنقذهم من الوحش حتى اللا سلكي وقع من ضايلانه فمش هتعرف تكلم اي حد خالص قريب لانقاذهم وهم سمعين صوت الوحش حواليهم وحسوا بالخوف وان ديه كده نهايتهم خلاص والمتنزه ده ما كانش امن زي ما هم كانوا معتقدين ولما جريوا من الوحش بيكون ليني ونعومي في غرفة مستخبيين وقفلين عليهم الباب وهم رجعوا من الانفاء للغرفة ديه عشان يحاولوا ينقذوا ضايلانه وضايلان ودخلوهم للغرفة بسرعة قبل ما الوحش يكلهم وتقولنا عومي ان عمها برودي قبل ما يموت رمى برميل البنزين على الوحش والبنزين جوه جسم الوحش وكمان على جسم الوحش بالكامل فالحل هو انهم يستدرجوا الوحش للانفاء ويكون بينه وبينهم مسافة كبيرة عشان يستخدم ليني مسدس الانقاذ اللي مع ضايلانه وبالطلقة الوحيدة اللي فيه هيفرقع بيها الوحش الفار اللي البنزين على جسمه من بره ومن جوه وفعلا نزلوا للانفاء ونفزوا الخطة واستعد ليني لاطلاق النار وقدر انه يفرقع الوحش الفار ويقضي عليه نهائيا وده اكبر واضخم فار ليني قضى عليه في حياته كلها وهو شغال كعامل في شركة موبيدات بس كده يا شباب دي نهاية الملخص عشان يذهب لّذي هميني قابب بيها في حيات الواحش الفار ببخليح يقود الوحش الفار كبير عشان